اشتركوا في القناة وزير الشؤون العامة بالدوان الملكي ومعالي المونسينيور إنجلو فانز أنزوزاني أمين مكتبة الفاتيكان الرسولية ورئيس الأرشيف اتفاقية تعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين من ناحية ومكتبة الفاتيكان الرسولية من ناحية ثانية اتفاقية تعاون وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين وسيتيح هذا التعاون لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي الاستفادة من المنصة الرقمية والمخطوطات والوثائق في مكتبة الفاتيكان والاستفادة من الخبرات في مجالات أرشفة الوثائق ورقمنتها وحفظها في إطار دور مملكة البحرين في الحفاظ على التراث الثقافي وقعت مكتبة الملك حمد الرقمية اتفاقية تعاون مع مكتبة الفاتيكان الرسولية حيث أوضح سعادة الدكتور ماجد من علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالدوان الملكي أن التوقيع على هذه المذكرة يشمل تعزيز التعاون في المحاور المتعلقة بالفهرسة الرقمية وحفظ وترميم المخطوطات والمشاريع البحثية المشتركة وإقامة الندوات والأبحاث المشتركة بما سيتيح الفرصة للبحثين والمهتمين بمملكة البحرين الاستفادة من مصادر المعرفة المتوافرة في مكتبة الفاتيكان الرسولية عبر مكتبة الملك حمد الرقمية وخصوصا المتعلقة بالمخطوطات التي تبرز الإنجازات العديدة للحضارة العربية الإسلامية في مختلف المجالات بما يعزز دور مملكة البحرين في المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي العربي الإسلامي بوصفه جزءا لا يتجزأ من تاريخ البشرية أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضر الصاحب الجلالة الملك المعظم تبذل جهود لدعم المعرفة وخدمة البحث اليوم تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين ممثلة في مكتبة الملك حمد الرقمية ومكتبة الفاتيكان للتعاون بين الجانبين وكذلك سيشمل هذا التعاون دعم البوابة الإلكترونية الموجودة في مكتبة الفاتيكان وكذلك سينعكس إيجابا على مكتبة الملك حمد وإضافة إلى أن البحرين ستكون لها أيضا الفرصة المناسبة للمساعدة في ترميم عدد من المخطوطات العربية النادرة التي مرت عليها مئات السنين في هذه المكتبة العريقة مكتبة الفاتيكان محتوحة للعالم وهي مكتبة عريقة جدا وسوف تتاح أيضا للباحثين من خلال مكتبة الملك حمد الرقمية الوصول إلى هذه الكنوز الكبيرة الموجودة من مخطوطات ومن كتب نادرة أيضا فهي فرصة أيضا سترسخ التعاون القائم على هذا الصعيد التعاون اليوم يضع خطوة مهمة على هذا الصعيد ونحن في مكتبة الملك حمد الرقمية نعمل على توثيق علاقاتنا مع مختلف المؤسسات العريقة لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على خدمة الرواد هذه المكتبة أو من يتصلون بها وبهذه المناسبة قدمت مملكة البحرين دعما لتطوير المنصة الرقمية لمكتبة الفاتيكان الرسولية الوحدة النمطية لمشروع دايموند بما يتيح فهرسات بيانات ترميم المخطوطات لتكون متاحة إلكترونيا للباحثين والمهتمين وجمهور القراء وبموجب هذا الدعم سوف يتاح لمكتبة الملك حمد الرقمية الاستفادة من هذه المنصة والاطلاع على مختلف مصادر المعلومات والوثائق والمخطوطات الموجودة في مكتبة الفاتيكان الرسولية من خلال بوابة مكتبة الملك حمد الرقمية ومن دون مقابل وقد شمل هذا الدعم ترميم عدد من المخطوطات العربية القديمة النادرة الموجودة بمكتبة الفاتيكان منذ إنشائها رسميا في العام 1475 ميلادية ورقمنتها إلكترونيا لكي يتاح لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي الاستفادة من تلك المخطوطات والوثائق التي تشمل العلوم والطب والرياضيات والفلك والأداب هو بما ثبت نقطة وصول في نهاية طريق النجاح الذي بدأناه سويا منذ عام ونصف تقريبا منذ أن قمنا بزيارة رائعة لمملكة البحرين كان ذلك عن طريق أصدقائنا المشتركين في فرنسا الذين سهلوا هذه اللقاءات بيننا وتم استضافتنا في مملكة البحرين نشكر أصدقائنا في البحرين على هذه الاستضافة توقيع هذه الاتفاقات اليوم يعكس نقطة الوصول والالتقاء لجولة نرجو أن نطورها مستقبليا لأن المكتبات هي نقاط حوار والتقاء بين الدبلوماسية وبين الثقافات والثقافة فيها جميع أشكال الإنسانية من المؤرخين والأوجباء والمفكرين والحوار بين المكتبات هو حوار السلام والتطور الإنساني هذه الرحلة كانت نقطة تحول كبيرة ليس فقط بالنسبة للبحرين ولكن للمنطقة لأن البحرين ذاتها هي نقطة التقاء حضاري بين العالم العربي والعالم أجمع لقد استقبلون استقبالا رائعا وكانت هناك حفوة بالغة بالحبر الأعظم لقد رأينا متحف الحضار البحريني وهذه علامات واضحة على شعور محبة إنساني عميق يعقس عظمة هذا الشعب وعلى صعيد متصل وبناء على الدعوة الموجهة من مكتبة الفاتيكان الرسولية إلى مركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين ترأس سعادة الدكتور ماجد من علي النعيم وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي الوفد المشارك في مؤتمر الحوار والمكتبات المنعقد في الفاتيكان والذي ناقش عددا من المشاريع المتعلقة بعلوم المكتبات والأرشيف بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية المختصة حيث حضر الوزير جلسات العمل في هذا المؤتمر والتي ناقشت تطوير أنظمة حفظ وإدارة البيانات والأرشف الرقمية وإعداد المشاريع البحثية واستخدامات التكنولوجيات الرقمية في إدارة وحفظ الكتب والوثائق وتوظيف الوسائط الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير المنصات الرقمية في مجال المكتبات والأرشيف وإدارة الوثائق وحفظها وبهذه المناسبة أكد الوزير أن مشاركة مكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي في هذا المؤتمر تأتي للاطلاع على التجارب الدولية المتنوعة في مجال علوم المكتبات والأرشف الرقمية وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال ترميب المخطوطات العربية والإسلامية وإتاحة الفرصة للاطلاع عليها من قبل جمهور الباحثين والمهتمين بمملكة البحرين